صباح الخير مشاهدين ساعة اخبارية صباحية جديدة تماما من العربية صباح الخير جيلان صباح الخير محمد صباح الخير مشاهدين حال العالم هذا الصباح مع العربية والبداية مع العنوين تسارع العمليات العسكرية والاتصالات السياسية في لبنان الجيش الإسرائيلي يقصف مئتي هدف وزيارات مكوكية للمبعوط الأمريكي من بيروت لتل أبيد بايدن يسمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب العمق الروسي وموسكو تحذر من حرب عالمية ثالثة وازل نسكي يقول إن الصواريخ ستتحدث عن نفسها وترامب يحقق رقما قياسيا في سرعة اختيار أعضاء إدارته ودول العالم تصابق الزمن لاتخاذ إجراءات تتلاءم مع الحقبة الترامبية ولدينا أيضا من البرازيل المناخ على رأس أعمال قمة العشرين وبايدن أول رئيس أمريكي يزور غابات الأمازون البداية مشاهدين من التطورات في لبنان التي شهدت أحداثا متسارعة خلال ساعة الماضية على الصعيدين الميداني والسياسي غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية واشتباكات مكثفة في الجنوب وسط محاولات مستمرة للجيش الإسرائيلي للتوغل برانجيلان نعم طبعا هذه التطورات الميدانية والعسكرية تصابق وتتزامن مع اتصالات سياسية وزيارات مكوكية للمبعوث الرئاسة الأمريكية أموز هوكشتاين الذي سيزور بيروت الثلاثة ثم تل أبيب بعدما درس لبنان مقترحا أمريكيا للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل ومن المنتظر إعلان لبنان موقفه على المقترح الأمريكي في غضون أيام قليلة طبعا التوقعات هناك تضارب في التوقعات حول مسألة ما إذا كنا فعلا اقتربنا إلى وقف إطلاق النار أم لا لأن الشيطان يكمن عادة في التفاصيل الأجواء في لبنان تشير وأجواء نبيهبر المفاوض اللبناني تشير إلى قرب الاتفاق إلى هذا إلى اتفاق وقف إطلاق النار وأن فريق عمل نبيهبر يعمل مع فريق عمل أموز هوكشتاين لبلورة مسودة اتفاق قد يوافق عليها الطرف اللبناني ولكن الكثير في لبنان يشككون في هذا الأمر لأن هناك مسائل جد مهمة تهموا إسرائيل والأمريكيين خصوصا في هذه المسألة قد لا يقبل بها في حزب الله خاصة وأنه أعلن أنه ما زال يراهن على التطورات الميدانية التي لم تكن حاسمة حتى الآن لصالح إسرائيل على أي حال التوقعات في يوم الغد أن تتشكل رؤية واضحة للموقف اللبناني بعد لقاء أموز هوكشتاين مع نبيه برري هذا اللقاء الذي سيبدي فيه نبيه برري عدد من الملاحظات التي تتعلق بالموقف اللبناني تجاه هذه الورقة ورقة الاتفاق البعض يتحدث عنها أنها ورقة ربما تبدو جيدة البعض يتحدث أنها يمكن أن تمثل مسا في السيادة اللبنانية مسا بهذه السيادة اللبنانية والبعض الآخر كذلك يتحدث أنها ورقة وصفها بأنها يمكن أن تكون ملغومة على أي حال اللقاء الغد الثلاثاء بين أموز هوكشتاين وكذلك نبيه برري ستتكشف كل هذه التفاصيل وإلى أين يمضي لبنان فيما يتصل بالمفاوضات هذا وأكد حزب الله مقتل مسؤولة للعلاقات الإعلامية بالحزب محمد عفيف في هجوم إسرائيلي على حي رأس النبع في بيروت وقال الحزب في بيان أن عفيف كان أحد أعمدة العمل الإعلامي والسياسي صحيح وكان عفيف كان أحد أبرز المقربين من الأمين العامل السابق لحزب الله حسن نصر الله تم اغتياله في غارة استهدفت مكتب لحزب البعث في رأس النبع كما أفادت مصادر العربية بمقتل ثلاثة أشخاص كانوا برفقته صحيح كما قال الجيش الإسرائيلي أنه قصف منذ صباح السبت أكثر من مئتي هدف في لبنان وخلال الساعة الستة والثلاثين الماضية قصف الجيش الإسرائيلي مدينة صور في جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية مرارا جيلان أفادت مصادر العربية بسقوط قتلين في صفوف الجيش اللبناني إثر قصف دبابة إسرائيلية لموقعهما في بلدة الماري جنوب لبنان نعم وهذا ونفذ الجيش الإسرائيلي أيضا غارتين على وسط بيروت استهدفت إحداها مبنى في منطقة مارليز بصاروخين وفق ما كشفت مصادر العربية نتابع ترجمة نانسي قنقر أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفل أن إحدى دورياتها في جنوب لبنان تعرضت لإطلاق نار من الخلف مرجحة أن يكون وراء الحادث أفراد تابعون لجهات غير حكومية وقالت القوى في بيان أن مجموعة من الأفراد كان واحد منهم على الأقل مسلحا حاولت منع حرية حركة دورية تابعة اليونيفل في قرية بدياس قوة اليونيفل أشارت إلى أن أحدا لم يصب من جنود حفظ السلام التابع لها وأنها فتحت تحقيقا في الحادث طبعا البعض رأى أن في ذلك محاولة فرنسية للإحاءة أنها قادرة على التصدي لأي محاولات من أي جهات تابعة لحزب الله أو غيرها للتصدي لأي من هذه الإعاقات في عملها لأنها تسعى لترأس لجنة رقابية لتنفيذ قرار 17-01 وتزاحم واشنطن على هذا المنصب في لبنان هذا ما تردد في الصحف اليوم طيب نشوف في مقبل الأيام ما الذي يمكن أن يتكشف فيما يتعلق أيضا بهذه اللجنة المقترحة البعض يتحدث أنه يجب الاكتفاء باللجنة التي وردت في القرار 17-01 والاكتفاء بهذه اللجنة دون الحاجة إلى توسيع عمل هذه اللجنة وأيضا زيادة الأعضاء المشاركين في هذه اللجنة على أي حال سنرى في مقبل الأيام ما الذي يمكن أن يتكشف في هذا الصدد تحديدا نتابع تمكنت المضادات الجوية الإسرائيلية من اعتراض مسيرة أطلقت من الشرق فوق إيلات جنوب إسرائيل إلا أن بعض الصواريخ الاعتراضية فشلت في تحقيق كل أهدافها نتابع ترجمة نتابع أدانت الخارجية السعودية لاستهداف الإسرائيلي لمدرسة أبو عاصي تابع لوكالة الأنروا في قطاع غزة واجددت المملكة رفضها لمواصلة إسرائيل استهداف المدنيين ووكالات الإغاثة في قطاع غزة وأكدت الخارجية السعودية أن المملكة تستنكر بأشد العبارات استهداف إسرائيل لمدارس الأنروا وفي ذات السياق استهدف الطيران الإسرائيلي فجر اليوم خيام النازحيين في مواصي خان يونس ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحيات هذا بينما لا يزال عشرات المفقودين تحت الأنقاض أنقاض هذا المبنى الذي استهدفه الجيش الإسرائيلي أمس في بيت لاهية شمال القطاع هذا ونقلت رويترز عن مصادر الدفاع المدني الفلسطيني مقتل نحو سبعين فلسطينيا جراء الضربة الإسرائيلية التي استهدفت بناية سكانية يقتن بها أفراد من ست عائلة طبعا هذا التصعيد العسكري ضد المدنيين في قطاع غزة في وقت ليس هناك من عمليات عسكرية أو مواجهات عسكرية يضع البعض في إطار تهجير سكان القطاع وهذه عملية إفراغ القطاع تحسبا لأي اتفاقيات مستقبلية لليوم التالي لما بعد الحرب كما قال البعض نعم المشاهد تغني عن السؤال ما يحدث الآن سواء كان في شمال قطاع غزة وهذه العمليات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي باتجاه عدد من المواقع وصفت كما ذكرت جيلان بأنها محاولة للتهجير القسري لسكان الشمال بل حتى أنه طالت عدد من المواقع حتى في الجنوب نعم جنوب قطاع غزة ما توقعناه أنه يضل الحرب 13 شهر أو 14 شهر إنه فيه وضل حصار حصار مش بكويس مش لصالحنا هذا كله هجرونا من مكان لمكان يعني الوضع اللي احنا فيه تعبان تعبان للآخر مش معاي أنا فس مع كل الخيام اللي هنا موجودة السباح داعش يجينا هنا في الأقصى قعدنا شهرين عوضنا نزحنا رفح ومن رفح رجعنا هان استقررنا هرقت هان الوضع الخيامة زي ما انتشاف بخزقة بساي الماء علينا في المطر وفي الشوب منتع عارف حامية كمان في الشوب لنش نقود فيها في الشوب لأن كتير معنا بنعاني في اللي تنقل الماء في الجلي في الغسيل في الطبيخ في كله في النار أنا عندي قدر فرق ما تقرش أولى عن النار عندي كمان عين عملت فيها عملية إنبوب أقرش أنا قابل النار بالمنهائي يعني كل ما بدأج أولى عن النار بصب عين إيش وأرمى وبالنسبة للعلاجات في الشيء العلاجات أنت بتعرف العلاجات تسعب وفي المقرب الآخر يعاني أيضا الجيش الإسرائيلي من خفاض عديده والاندمام الجدد جنود جدد في الاحتياط إلى قواته التي تقاتل على الجبهتين في الجنوب مع غزة وفي الشمال مع لبنان حيث أصدر الجيش الإسرائيلي استدعاءات لتجنيد مزيد من اليهود الحالدين لتعزيز صفوف قواته على الحدود الجنوبية والشمالية في خطوة قد تؤجج التوترات بين المتدينين والعلمانيين في داخل إسرائيل وهذا التوتر الآن بدأت ملامحه تتضح شيئا فشيئا يعني يستعد الآن آلاف المتدينين للنزول في الشوارع رفضا لقرار يقضي بخلع هذه العباء عباءة التدين وارتداء الزي العسكري والمشاركة أيضا في العمليات العسكرية على أي حال تأتي هذه الخطوة بعد قرار المحكمة العليا بإلزام طلاب المدارس الدينية بالخدمة العسكرية مما أثار معارضة الأحزاب الدينية وفيما دعا بعض الحخامات لرفض الامتثال يعاني الجيش من الخفاض في انضمام جنود الاحتياط بنسبة تصل إلى خمسة وعشرين بالمئة نتابع آلاف اليهود المتدينين يستعدون للنزول إلى الشوارع مجددا رافضين قرارا يقضي بخلع هذه الملابس السوداء وارتداء بزة عسكرية وبندقية هذه الدعوات خرجت بعد قرار جديد من الجيش لاستدعاء المئات منهم للتجنيد وهو ما يرفضونه معتبرين أن دورهم التاريخي في إسرائيل العبادة وليس القتال الجيش تقدمي ولبرالي للغاية بينما الأرثوذكسيون متدينون للغاية ومن الصعب عليهم أن يتعاملوا مع هذا الأسلوب الجيش يضع مجندات في معسكراتهم وهناك مشاكل أخرى مثل الطعام المسموح به قضية تجنيد اليهود المتدينين أشبه بقنبلة موقوتة موضوعة تحت طاولة حكومة نتنياهو كادت تطيح بالحكومة مرات عديدة فالأحزاب المتدينة في حكومة نتنياهو ترفض تجنيد المتدينين وتهدد بتفكيك الحكومة إن تطبق ذلك فيما يطالب التجار الذي يوصف بالعلماني بضرورة أن ينضم هؤلاء للجيش آخر المطالبين بهذا الأمر كان وزير الدفاع السابق جالانت الذي أطيح به بسبب هذا الموقف إن إقالة وزير الدفاع على خلفية الحاجة السياسية إلى تمرير التشريع الذي من شأنه أن يعفي المتشددين من الخدمة العسكرية تشكل ضربة قوية للأمن ولروح الشعب ولكنه لن يكسرنا ودون الخوض في التفاصيل فإن توقيت القرار يعتبر إهمالا مطلقا للأمن يحاول نتنياهو تجاوز قانون تجنيد المتدينين الذي أقرته المحكمة العليا لضمان استقرار حكومته لكن الجيش الذي يخوض معارك طاحنة في غزة ولبنان يواجه نقصا في خدمة الاحتياط تصل إلى 25% ويواصل الدفع باتجاه تجنيد المتدينين حتى إن تطلب الأمر إن شاء كتائب خاصة بهم ساعتنا الصباحية مستمرة وتتابعون فيها بعض الفاصل ترامب جينيور يدافع عن اختيارات والده بعد تزايد الانتقادات لكندي جينيور وانتقادات أوروبية لديبلوماسية الهاتف بعد الاتصالات بين شولتس وبورتي أهلا بكم من جديد إلى الحرب الروسية الأوكرانية وفي تغيير كبير في سياسة واشنطن تجاه الصراع بين أوكرانيا وروسيا تزايدت التقارير خلال الساعات الماضية التي تؤكد أن إدارة رئيس جو بايدن سمحت لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب العمد الروسي رويترز جيلان نقلت عن مصادر أن أوكرانيا تعتزم شن أول هجوم بعيد المدى في الأيام المقبلة مرجحة أن تستخدم فيه صواريخ أتاكامز التي يصل مدها إلى 306 كيلومترات نعم عثمان هذا وحذر مسؤولون روس من التقارير حول قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى لضرب العمق الروسي بقولهم أن هذا أمر قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة هذا وارد طبعا أكد المسؤولون أن الرد الروسي سيكون مباشرا على أي قرار يسمح باستهداف روسيا حذر أحدهم من أن الغرب يمضي في مستوى من التصعيد قد ينتهي بتدمير الدولة الأوكرانية بالكامل بحلول الصباح على حد قولك طبعا هذا القرار لفت لك عديد من المحللين توقيت هذا القرار لفت العديد من المحللين وأصحاب القرار حول العالم يعني يأتي ذلك قبل تسلم ترامب منصبه قبل شهرين من ذلك أما الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي وفي أول تعليق له على التقارير التي تحدثت عن سمح بايدن لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي فقال أن الضربات العسكرية لا يتم الأعلان عنها مسبقا مضيفا أن الصواريخ ستتحدث عن نفسها روسيا استهدفت اليوم البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا في واحدة من أكبر وأخطر الضربات الصاروخية لذا من الضروري أن ندافع عن أنفسنا بالمثل وبدلا من الحوار مع موسكو يجب إجبارها على إنهاء الحرب وسائل الأعلام كشفت أننا حصلنا على إذن لاستخدام الصواريخ بعيدة المدى مثل هذه الأشياء لا يتم الآلان عنها وستتحدث الصواريخ عن نفسها إذن مشاهدين سنفصل أكثر حول توقيت هذا الاختيار أو توقيت هذا القرار الذي قد يغير المعادلة بالكامل لماذا اختارت إدارة بايدن هذا التوقيت بالذات للموافقة على ضرب العمق الروسي بالسلاح الأمريكي رغم أن هذا ما طلبه زيلنسكي على مدى شهور حتى من بداية الحرب نعم يعني هو تحدث قبل قليل يعني في هذا الفيديو الذي رأيناه قبل قليل تحدث أنه يجب إجبار روسيا على وقف الحرب وأنه من غير المجد الحديث مع روسيا هذا ما قاله زيلنسكي في المقطع الذي رأيناه قبل قليل على أي حال يبدو أن هدف بايدن هو ضمان قدرة أوكرانيا على القتال بفعالية العام المقبل للتفاوض على السلام مع موسكو من موقع قوة مع تبقي شهرين فقط للإدارة الأمريكية بالبيت الأبيض بحسب مسؤولين الكبار في الإدارة الأمريكية طبعا ومع تقدم ميدان روسي هو الأسرع لها منذ عام 2022 وفقدان الجيش الأوكراني لعدد من مناطق كورسك الروسية التي كانت ستستخدمها كورقة تفاوضية في المستقبل في أي مفاوضات مستقبلية قررت واشنطن إعطاء الضوء الأخضر لكياب لاستخدام الصواريخ بعيدة المدى واستهداف مناطق روسية بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى طبعا الصورة الظاهرة الآن هي تغني عن السؤال صورة بايدن مع زيلنسكي على أي حال وزير خارجية بولندا إحدى أكثر الدول تشددا في موقفها مع موسكو قال إن ضوء الأمريكي الأخضر ليس سوى رد فعل على انخراط قوات كورية شمالية في معادلة الحرب والضربة الصاروخية الروسية الهائلة مؤخرا كذلك ومع ترقب كييف وحلف الناتو لموقف ترمب الفعلي عند تسلمه السلطة قد يكون ضوء بايدن الأخضر قصير المدى وهو ما سيحدده ترمب مع عودته رسميا للبيت الأبيض في يناير من العام المقبل وبعد تصاعد العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية خلال الساعات الأخيرة بشكل غير طبيعي شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جيتاريش على أن السلام العادل هو الحل للحرب في أوكرانيا كان موقفنا واضحا للغاية فيما يتعلق بالحاجة إلى تجنب التصعيد الدائم في أوكرانيا نريد السلام لكننا نريد السلام العادل بما يتماشى مع قرارات الجمعية العامة ومثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي موسكو تصعد من ضرباتها الجوية وتستهدف مرافق البنية التحتية للطاقة والصناعة الحربية في أوكرانيا خسائر لم تحدد موسكو تفاصيلها بالكامل لكنها كشفت في بيان لوزارة دفاعها أن إجمال خسائر الجيش الأوكراني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وصل إلى 1620 عسكريا على كافة المحاور رفع وطيرة حدة ضربات الجيش الروسي يرافقه رفع لمطالب موسكو بحيث أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دمتري مدفيديف أن أحد شروط التسوية للأزمة الأوكرانية يكمن في إلغاء القيود والعقوبات الغربية كافة المفروضة على روسيا يحدث هذا مع إعلان لكريملين أن المحادثة الهاتفية بين بوتين وشعور كانت عملية ومفصلة وصريحة للغاية واستمرت ساعة كاملة وجاءت بمبادرة من الجانب الألماني والتي سعى من خلالها الأخير الحديث مع بوتين قبل أن يتم الحديث بين زعيم الكريملين وزعيم البيت الأبيض الجديد حسب تصريح للمستشار الألماني طبعا حتى نشرح الآن كل السياقات المرتبطة بهذه الأزمة الروسية الأوكرانية لو تذكرين جيلان قبل أيام كان هناك هجوم غير مسبوق بالمسيرات الروسية باتجاه مواقع للطاقة والبنى التحتية الأوكرانية نحن على أبواب التصل الشتاء وهو ما يخيف الأوكرانية هذا أمر مؤشر مهم جدا بعد ذلك تحرك أولف شولدس المستشار الألماني وتواصل مع بوتين وفي هذا السياق أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بوستوريوس تأييده للمحادثة الهاتفية التي أجراها المستشار الألماني أولف شولدس مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين وضف الوزير الألماني أن المكالمة جاءت بعد قصف روسي غير مسبوق على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا وأكد المسؤول الألماني أن الرئيس الروسي كشف عن رؤيته لما يعتقد أنه الحل الأمثل لمفاوضات السلام أو لوقف إطلاق النار طبعا هذا الاتصال بين شولدس وبوتين أثار العديد من الجدل الواسع حول العالم جد وهذا الاتصال بالنسبة للأوروبيين والأوكرانيين تحديدا هذا سيدفع بوتين للتمادي أكثر في وجهة نظره ومعانه في الحرب بينما يرى الطرف الآخر أن ذلك قد وسيلة لرأب الصادع بين الأوكرانيين والغرب مع روسيا في ظل الإدارة الجديدة الأمريكية بعض الزعماء في أوروبا باتوا يؤمنون بأن الحل العسكري دائما هو الأجذى فيما يتصل بهذه الأزمة لابد من دفع إلى السلام بالقوة وليس بالتفاوض والديبلوماسية لنرى كيف سيحل ذلك ترامب وكان المستشار الألماني أولف شوتس قد أشار إلى أن محادثاته الهاتفية مع رئيس الروسي بلاديمير بوتين أثبتت أن آراء بوتين لم تتغير كثيرا بشأن الحرب نتابع كانت المحادثة مفصلة للغاية لكنها ساهمت في تبياني بأن آراء الرئيس الروسي بشأن هذه الحرب لم تتغير كثيرا وهذا ليس خبرا جيدا من جانبه اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يريد السلام مع كيف وليس مستعدا للتفاوض وذلك بعد هجوم روسي صاروخي واسع نطاقة على بنية إنتاج الطاقة الأوكرانية وقال ماكرو أنه يعتقد أنه من الواضح أن نواي الرئيس بوتين هي في تكثيف معاركه مهما كانت تصريحاته الديبلوماسية في بعض الأحيان نتابع على أساس الشروط التي يحددها الأوكرانيون والمتوافقة مع القانون الدولي يجب التفاوض حول سلام دائم سلام يحل القضايا الأقليمية ويضمن أيضا أمن أوكرانيا لتكون قادرة على الاستمرار أعتقد أن نية الرئيس بوتين وما يفعله في أوكرانيا هو علامة واضحة على ذلك أي أن كانت تصريحاته فهو لا يريد السلام وليس مستعدا للتفاوض عليه إن الأولوية بالنسبة لنا هو أن ندفع روسيا لوقف الكتال والتفاوض على سلام يحترم القانون الدولي وإلى الولايات المتحدة وإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب التي تتكشف ملامحها كل يوم بل كل ساعة حيث سجل ترمب رقبا قياسيا في توظيف نعم في توظيف حكوماته باختيار 12 وزيرا في غضون 12 يوما منذ الانتخابات وهو رقب خياسي لك أن تتصوري جيلان هذا يعني هذا الرقم الذي ذكرته هذا يعني أنه يعمل بمعدل وزير كل يوم وهذا أسرع بخمس مرات من معدل اختيارات الرئيس بايدن لإدارته وأسرع بأربع مرات من اختيارات ترمب نفسه في دورته السابقة نعم ولتذكر أنه في المرة السابقة كان يتكل على الحزب الجمهوري لاختيار أعضاء حكومته أما الآن يتكل على نفسه بشكل مطلق وهو ما يثير الكثير من الجدل حتى داخل الحزب الجمهوري الذي يعارض بعض خياراته وحتى وصري جورن اليوم وهي يعني مقربة من الجمهوريين تقول أنها يعني تتخوف من الصلاحيات المطلقة للرئيس يمكنه أن يتجاوز حتى مصادقة الكونغرس ومجرس السشوخ بالنسبة للمصادقة على الأسماء التي اختارها بنفسه رغم الجدل حولها عكل حال يمكن يقول أن ترمب قضى ثمانية أيام في المتوسط وأنه لم تكن متتالية لاختيار 12 وزيراً بينما استغرق بايدن وأوباما ما يقرب من 40 يوماً طيب بحسب تقرير سابق لموقع أكسيوس كان ترمب جاهزاً لاختيار فريقه خلال وقت سريع حيث أنشأ غرفة عمليات مؤقتة في منتجعه في مارالاغو داخل الغرفة حيث تحيط به شاشات تلفزيونية تعرض ملفات تعريف بالاختيارات المحتملة من بين 40 شخصية مرشحة لمناصب تتنوع بين وزير أو مدير لأحدى الوكالات الحكومية أو مسؤول داخل البيت الأبيض هذا ولا يزال الجدل مستمراً حول اختيارات ترمب حيث ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عادة دراسة ملف ترشيح بيت هاكسيت لمنصب وزير الدفاع بعد الكشف عن خضوعه لتحقيق في قضيات اعتداء جنسي لعام 2017 بولاية كاليفورن طبعاً كما هو معروف أثار هذا الترشيح جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي داخل أمريكا حيث ركز النشاطاء على ماضي هاكسيت والوشوم على جسده بينما نفى محاميها الاتهامات وسبق طبعاً لي ترمب بهاكسيت ووصفه بأنه داعم قوي لجعل الجيش الأمريكي أكثر قوة وفتكاً كذلك أثار ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بيت هاكسيت وزيراً للدفاع ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي نشطاء انشغلوا بتفسير الوشوم على جسده وآخرون ذهبوا للنبش عن ماضيه ليجدوا أنه كان متهماً في قضية اعتداء جنسي عام 2017 ما دفع فريق ترامب لإعادة دراسة ملف ترشيحه للمنصب وفق ما أوردته صحيفة واشنطن فوست إعادة دراسة ملف ترشيح هاكسيت جاءت بعد كشف مسؤولين محليين في ولاية كاليفورنيا أن هاكسيت خضع عام 2017 للتحقيق في قضية اعتداء جنسي في الولاية قالت شرطة مقاطعة مانتري في ولاية كاليفورنيا إن هاكسيت خضع للتحقيق بقضية اعتداء جنسي على امرأة عام 2017 في الولاية إلا أن محامي هاكسيت نفى هذه الاتهامات مؤكداً أن الشرطة تحققت في تلك الواقعة آنذاك لكنها لم تجد دليلاً واحداً يثبت إدانته هاكسيف يبلغ من العمر 44 عاماً عمل ضابطاً في الحرس الوطني ومذيعاً في قناة فوكس نيوز وهو من أشد المؤيدين لسياسات ترامب طبعاً يريد ترامب أن يختار أشخاص يدينون الولاء المطلق له ولا يعارضون سياساته كما في الإدارة السابقة وهو كما رأينا يعني غير الكثير من أعضاء فريقه في المرة السابقة لأنهم كانوا يعارضون سياساته ويعملون ضد سياساته في الخفاء منهم ركس تيلرسون كما أفيد في بعض الصحف وبعض المقالات وبعض حتى الكتب أنهم كانوا يعارضون سياساته في الخفاء ويطلقون سياسات معادية لسياساته التي يريد أن يطبقها في خصوص مثلاً أوكرانيا وأهمية تسليح الدول الأوروبية نفسها بنفسها وتكثيف ورفع الإنفاق العسكري لها والكثير من الأمور التي كان يدفع بها درم أما فريقه كان يعني يسلك مصار مخالف له والآن يريد أن يكون يعني ممسك زمام الأمور بشراسة كما ذكرنا بالأمس يعني هو استوعب الدرس الذي حدث في دورته الرئاسية السابقة ويريد أن يصحح ما أخطأ فيه أو كانت تقديراته غير موفقة في الإدارة الأولى في اختيار الشخصيات وفي الأسلوب وفي المنهج الذي اختار به بعض الشخصيات ربما أراد أن يقوم هذا المسار لذلك عمل باجتهاد أكثر لاختيار فريقه ذكرنا قبل قليل أنه تم الاختيار في هذا المنتجع إن عزل في هذا المنتجع اختار الشخصيات في غرف مغلقة كانت تعرض هذه الأسماء في شاشات تفرغ تماماً لمسألة الاختيار هذه المرة عكل حال أصدر رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون على وجوب أن لا تصدر لجنة الأخلاقية تقريراً بشأن انتهاكات جنسية يتهم بها مرشح الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتولي وزارة العدل ماد جيتس الذي يعتبره ديمقراطيون غير مؤهل للمنصب كونه متهماً بالترشح قبل سنوات بفتاة قاصر ما ينفيه النائب عن فلوريدا بشدة طيب جونسون لفت إلى أن جيتس استقال من عضوية المجلس ما وضع حداً لتحقيق كان يطله بتهمة تعاطي مخدرات وتحويل أموال خاصة بالحملة الانتخابية لاستخدام شخصي ومشاركة تسجيلات غير لائقة في مجلس النواب أما روبرت كيندي جونيور وعلى الرغم من تأكيده مراراً في السابق وجوب أن يتحول نظام الأمريكيين الغذائي إلى نظام صحي أكثر شهد السياسي الأمريكي والمرشح لتولي وزارة الصحة على متن طائرة الرئيس الأمريكي المنتخب وهو يتناول وجبة بيرغر برفقة دونالد ترامب ونجله ومعهم إيلون ماسك طبعاً هذه الصورة أثارت العديد عاصفة من التغريدات والردود الفعل الكثير وموجة انتقادات وسخرية على منصة أكس بشكل كبير منذ أمس كما نشر البعض صورة لتغريدة سابقة له يؤكد فيها أنه ملتزم بتعزيز رؤيته في جعل الولايات المتحدة صحية مرة أخرى بعد الجدل الواسع الذي أثارته هذه الصورة التي ترونها أمامكم دافع دونالد ترامب الإبن عن والده وأكد أن الفريق الذي يحيط بولده الآن يعرف كيفية اختيار أعضاء الحكومة وبناء إدارة قوية وأضاف ترامب الإبن في مقابلة مع فوكس نيوز أن أي معارضة تواجهها اختيارات والده غير التقليدية من قبل المؤسسة السياسية في واشنطن تثبت أن من انتخبوه كانوا بحاجة إلى هذه التغيرات وعلى أي حال كل هذا الجدل الذي يحيط باختيارات ترامب لا يقارن بالجدل الذي يثيره ظهور الملياردير الأمريكي وحليف ترامب المقرب أيلون ماسك بعد أن بات يلقب بصانع الملوك في واشنطن نتابع ماسك يغادر فندق هايت ريجينسي في واشنطن بعد اجتماع مع ترامب ونواب جمهوريين ماسك يحضر مباراة مصارعة برفقة ترامب وقبلها صور تذكارية برفقة عائلة ترامب قد تحول هذا الملياردير من حال من بالوصول إلى المريخ إلى صانع ملوك في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أولاه الرئيس المنتخب ترامب ثقة لبناء إدارة حديثة عصرية باتت الصفحة الشخصية لإيلون ماسك على منصته إكس مقصداً للصحفيين ومتقصي المشهد السياسي الأمريكي الجديد فهنا يقترح ماسك طريقة جديدة لاختيار الوزراء مبنية على استفتاء شعبي ويبدأ بوزير الخزانة حيث دعم هاورد لاتنيك على خيار مدير صندوق التحوط سكات بيسينت سيكون من المثير للاهتمام أن نسمع المزيد من الأشخاص يشاركون برأيهم ليأخذ دونالد ترامب ملاحظاتهم بعين الاعتبار بيسينت هو خيار عادي بينما هاورد لاتنيك سيحدث تغييراً حقيقياً إن الخيارات العادية تقود أمريكا إلى الإفلاس لذا نحن بحاجة إلى التغيير الأسبوع المقبلة ستظهر حدود ماسك في التدخل في الإدارة الأمريكية المقبلة إن كانت ستبقى في إطار الأمور المالية والإدارية الداخلية أم سيكون لماسك أيضاً تأثيراً على السياسة الخارجية للبلاد؟ تأثير عالمي وتجهيزات سواء في عالم السياسة أو عالم الاقتصاد منذ أعلان فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد الكل يتجهز ويترقب كذلك من الشرق الأوسط إلى الصين وأوروبا والكوريتين تستعد كل دولة بطريقتها فبحسب موقع أكسيس جيلان يرغب نتنياهو في إنهاء حرب لبنان قبل وصول ترمب أما طهران فتبدو منفتحة على فتح قنوات اتصال على عدوها سابقاً وكييف تأقلم على الأمر الواقع على ما يبدو وتستعد لمحادثات السلام محتملة مع الروس أما حكومة تايوان تدرس إبرام صفقات أسلحة ضخمة مع واشنطن الذي قال سابقاً أن الجزيرة يجب أن تدفع لأمريكا مقابل حمايتها من الصين القارة العجوزة تستعد لرئيس أهم دولة في الناتو فترمب لن ينسى الحد الأدنى من الانفاق العسكري لكل دولة المتمثل في 2% وهو ما تسبب في ارتفاع أسهم الدفاع الأوروبية بعد فوزه أما رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسلا فاندرلاين تأثير عالمي وتجهيزات سواء في عالم السياسة أو عالم الاقتصاد منذ أعلان فوز الأمريكي لدونالد ترامب وكما ذكرنا من الشرق الأوسط إلى الصين وأوروبا كذلك الكل يستعد يا جيلان كل بطريقته كذلك ساعتنا الصباحية مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل بريطانيا تسعى لإصدار قرار من مجلس أمن يوقف الصراع في السودان ويسمح بإدخال المساعدات ولدينا أيضا مباني بغداد التاريخية تتحول إلى مسارح مفتوحة ضمن احتفالات ذكرى تأسيس العاصمة العراقية أهلا بكم من جديد نتجه مباشرة إلى البرازيل تنعقد اليوم في ريودي جانيرو في البرازيل أعمال قمة العشرين بمشاركة قادة ووزراء ومنجوبي دول الأعضاء وقد وصل الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية السعودي إلى ريودي جانيرو لترأس وفد المملكة المشارك في القمة طبعا مواضيع عديدة ستناقشها هذه القمة في ريودي جانيرو مجموعة من القضايا ومن بينها الأوضاع الاقتصادية والسياسية الدولية وخاصة قضايا المناخ والبيئة التي لا تهم كثيرا ترامب صحيح وكنا قبل قليل نرى توافد الزعماء وقادة الدول والممثلين كذلك للدول الأعضاء في هذه المنظمة رأيناهم على جانب الشاشة قبل قليل يتوافدون إلى ريودي جانيرو لحضور هذه القمة المهمة التي تأتي في ظرف استثنائي كذلك نعم وطبعا نحن في العربية سنغطيها بتفاصيلها نعم بطبيعة الحال هي تأتي في خواتيم عهد هذا الرئيس بايدن هذا الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته من المفترض أن يسلم السلطة لدونالد ترامب وتتباين وجهات النظر حول رؤية كل رئيس فيما يتصل بأجمة المناخ بايدن مؤمن جدا بهذه القضية قضيات المناخ وتشغل باله كثيرا واتخذ مجموعة من القرارات تفيد في هذا السياق ولكن ترامب على نقيد من ذلك وأصبحت جو بايدن أول رئيس أمريكي في السلطة تطأ قدمه غابات الأمازون خلال زيارته إلى مدينة ماناواز البرازيلية في توقف قصير قبل حضور قمة مجموعة العشرين في ريودي جانيرو نعم هذه الصور الآن التي نتابعها هي صور وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يأتي لأول مرة ويزور هذه الغابات المطيرة غابات الأمازون هذا الرجل الذي سيسلم السلطة لخلفه دونالد ترامب في يناير المقبل هو يقوم بجولة في غابات الأمازون نعم بايدن يقوم بجولة جوية فوق مساحة من الغابات المطيرة والتقى بقادة محليين وسكان أصليين وزار متحفا في إطار سعيه إلى تسليط الضوء على التزامه بالحفاظ على المنطقة قبل تولد ترامب الرئاسة والمعروف عنه عدم اكتراثه بقضايا المناخ ولكن استفاد بايدن من خلال هذه القمة لدعوة الدول الصديقة والدول الغربية لحثهم على وجوب تحصين وتسليح أوكرانيا قدر المستطاع قبل وصول الإدارة الجديدة هذا ما نقل عنه أنه بايدن استغل هذه القمة بغرض الدفع دول الصديقة والحليفة له في هذا الاتجاه لعل هذا الأمر من رسائل الوداع لبايدن أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها ستسعى للحصول على دعم من أعضاء مجلس الأمن لإصدار مشروع قرار يدعو أطراف النزاع في السودان إلى وقف القتال والسماح بتسليم المساعدات الإنسانية ومع تولي الرئاسة الدورية للمجلس من المقرر أن يترأس وزير الخارجية ديفيد لامي تصويتا على مشروع قرار آخر تقدمت به بريطانيا وسيرليون يدعو إلى حماية المدنيين في مناطق الصراع هذا وذكرت صحيفة The Sunday Times أن وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر تجري مناقشات مع عدد من الحكومات منها حكومات إقليم كردستان العراق وتركيا والبيتنام بجأن اتفاقيات التعاون والأمن التي يمكن إبرامها قبل نهاية العام بما فيها مدفعات محتملة للمساعدة في إبطاء تدفق المهاجرين متجهين إلى بريطانيا ونقلت ذات الصحيفة أيضا عن رئيس الوزراء كاريس تارمر قوله إن من الصواب أن تستثني بريطانيا الناس عن مغادرة بلدانهم الأصلية والقيام بالرحلة التي تتضمن كثير من المخاطر وأضاف أن لدى الحكومة خططا للتعامل مع العصابات الإجرامية المتورطة في تهريب البشر هذا وتم العثور على دواج مصابة بفيروس إنفوينزا الطيور في مزرعة تجارية في إنجليترا وكشفت وزارة البيئة والغذاء وشؤون الريفية أنه سيتم إعدام جميع الدواج الموجودة في المزرع الواقعة في بلدة سانت إفاز السحلية في كور نويل كما تم العثور على الفيروس مؤخرا في طيور برية في جنوب غرب إنجلترا وفي أوروبا وفق ما ذكرت الوزارة انطلقت احتفالية كبرى بمناسبة مرور 1262 عاما على تأسيس العاصمة العراقية بغداد الحفلة الذي أقيم في شارع السراي ومبنى المتصرفية وشهد حضورا واسعا تخلى له عروضا مسرحية وموسيقية كذلك هنا حيث شارع السراي في بغداد تستعيد المدينة أياما من تراثها وتاريخها ويحتفل البغداديون بيوم مدينتهم من خلال العروض الموسيقية والمسرحية لتحيي تراثها وتحافظ عليه من الاندذار فرصة سعيدة انه نحضر ونشوف ظاهرة حضارية وتراثية يعني بدأت تتعيد مجد أبائنا واجدادنا ومجد البلد هذا العريق عروض تراثية متنوعة تخلالة الحفل أبرزها الزفة البغدادية التي تميزت بالأهازيج الشعبية وعرض ساع البريد الذي أعاد للأذهان يوميات بغداد القديمة إلى جانب الشالغ البغدادي الذي أمتع الحضور بأنغامه الأصيلة التراث البغدادي الموجود، الشالغ البغدادي والشقاوات الموجودين والأعراس الموجودة باع العالوشة أيضا موجودة هنا اللمبة الذي كان يطف الضوء ويأتي واحد وراء يطف فيها وأيضا أنا بالنسبة لي المتحدث لأكون ساع بريد إحياء الشارع البغدادي القديم اللي هو يتضمن من مسرح للمتحف الحي اللي يجسد بغداد القديمة مبنى المتصرفية التاريخي في قلب بغداد تحول إلى مسرح مفتوح يروي حكايات بغدادة عبر العصور سبعة أيام من الاحتفال في بغداد الاحتفال للمهرجانات مهرجان الحكاية اللي هذا باللهجة البغدادية نحشي قصصنا اليوم نحشي قصة مئة عام شون مرت بغداد بمشاكل كثيرة والأخير انتصر العراقيين على هذه المشاكل حسيت انه انا صدق بالعشرينات بالثلاثينات بغداد القديمة فاحنا يعني حقيقة نفتقد لهذا الشي نفتقد لهاي الأجواء لان هسا يعني حاليا بغدادة هواية تغيرت بغداد صارت معاصرة صارت حديثة بس احنا ما يصور ننسى أصلها شون شون احنا نعتزب مثل ما نقول بتراثنة ونعتزب العباءة هي مثل ما نقول يعني هوية العراقية المرأة العراقية هي العباء عبر هذه الفعاليات يسعى البغداديون الى التشبث بثقافة وتراث مدينتهم بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت عليها طوال عقود من العاصمة العراقية بغداد جابر جمال العربية اجتاح عصار مدمر شمال تلبين مجبرا مئات الالاف على الهروب للملاجئ بعد تدمير منازلهم في العاصفة الكبرى السادسة التي تضرب البلاد خلال أقل موسيقى 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 والآن وصلنا إلى ختام فقرات أخبار الصباح نتجه مباشرة إلى ريم بصاتي التي تتأهب الآن لإطلال صباحية جديدة في صباح العربية صباح الخير ريم صباح الخير محمد وجيلان بالفعل الآن سنبدأ برنامجنا صباح العربية بعد مجز لأهم الأخبار ولدينا الكثير من الموضوعات المتميزة كالعادة كالعادة أكيد ولكن خلينا نشوف سؤالنا التفاعل لليوم هذا سؤال الفخ اسمه بالضبط دراسة تحلل شخصيات حسب الوظائف وظيفة تجعلك عصبيا وأخرى تجعلك أكثر انفتاحا ونحن نسأل هل تتأثر شخصيتك بوظيفتك أم أن الشخصية هي من تؤثر على عملك إيش رأيكم أنت ديما بتخلينا أنا طيب يلا أجاوبنا يلا الموضوع يختلف من شخص إلى شخص يختلف من وظيفة إلى وظيفة تعتمد على قدرة الشخص في تعزيز المهام الموكولة إليه في هذه الوظيفة وبالتالي إسباغ هذه الوظيفة بصفاته الشخصية كذلك يكسب هذه الوظيفة من صفاته الشخصية والبعض الآخر لا يستطيع الفكاك من متلازمات الشخصية أو يعززها صح أحيانا بعض الممثلين يعني المتوتر بيصير متوتر أكثر أحيانا بعض الممثلين لا يستطيع أن يفصل عندما ينتهي المشهد ويمضي إلى البيت ويذهب إلى البيت بتفاصيل هذا المشهد إذا كان شخصية متمردة قاسية ويذهب بهذه الشخصية يعيش معهم فيختلف الموضوع من شخصية إلى شخصية ومن وظيفة إلى وظيفة إيش رأيك يا جيلان أتفق معه وأضيف أنه ممكن أنه تعزز السمات الشخصية لكل موظفة نحن شغالين برنامج واحد لازم تتفق معي لا مش هكذا شيئا كنا نتفق معكم عموما نلتقيكم بعد مجزة لأهم الأخبار تفضلوا دائما بالبقاء معنا ترجمة نانسي قنقر